اشتركوا في القناة التي تسهم في تطوير اطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات والتأكيد على اهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والعربية واشهد صاحب الجلالة بهذه الزيارة المثمرة لفخامة الرئيس المصري لبلده الثاني مملكة البحرين والتي تصب في صالح البلدين وتعزز علاقاتهم الوثيقة مؤكدا جلالته ان مصر كانت وستبقى ركيزة اساسية لمنظومة الامن العربي والاقليمي وان قوتها من قوة العرب جميعا ومن جانبه اعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدا بدور جلالته وحرصه على الارتقاء بعلاقات البلدين الى مستويات متميزة وبمواقف البحرين الداعمة لمصر وشعبها متمنيا لشعب البحرين دوام الرقي والتقدم تحت قيادة جلالته هذا وقد اقام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حفل غداء خاص لفخامة الرئيس المصري